مجلس حقوق الإنسان المتهمة بالتبعية لهما خلال الجلسة وقبيل التصويت اتهم مندوب اليمن القرار بعدم الحياد وعدم إبراز الحقيقة ومرد الأمر إلى أن لجنة الخبراء التي مدد لها القرار الجديد قدمت تقريرا الشهر الماضي يخلص إلى أن جميع أطراف الصراع باليمن ربما تورطوا في ارتكاب جرائم حرب في ذلك الحين وصف ممثل السعودية والإمارات التقرير بعدم الموضوعية وانتقده مندوب اليمن باعتباره يتجهل جرائم الحوثيين ولا يسلط الضوء على أسباب الصراع عادت الحكومة اليمنية يوم الخميس وجددت اتهام مجموعة الخبراء بالانحياز للحوثيين وذلك بالتزامن مع طلب المجموعة توسيع نطاق تحقيقاتها ميدانيا وإعراب أعضائها عن قلقهم من استمرار الانتهاكات والتساع نطاقها كانت السعودية والإمارات ومعهما الحكومة اليمنية تميل جميعا لتعزيز دور لجنة التحقيق اليمنية بدلا عن لجنة الخبراء الأممية لكن مجلس حقوق الإنسان الذي أقر مسار الدعم التقني للجنة الوطنية رأى أنها لا تستطيع القيام بدورها بالمهنية والحياد الكافيين بحسب مراقبين تتهم الحكومة اليمنية في موقفها هذا بتقديم مصلحة دولتي التحالف على مصلحة الشعب اليمني الذي يفترض بها تمثيله بالرغم من تصاعد أصوات النقد والشكوى داخل الحكومة نفسها ضد الممارسات السعودية الإماراتية باليمن والتي بلغت حد وصف تواجد الدولتين عسكريا بالاحتلال وبالمقابل تبدو الأمم المتحدة وأجهزتها الحقوقية ماضية في طريقها لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق اليمنيين أيا كان المتسبب فيها لعل هذا يأتي متأخرا كما يرى البعض لكنه بلا شك مسار يتزامن مع تصاعد نذر الخطر المهددة لحياة اليمنيين إن لم يكن بالقصف العشوائي فبالترك فريسة للأمراض والجوع ترجمة نانسي قنقر